استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجرية في قطاع خصة كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق لها حيث أشاد الرئيس السيسي بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية واللواء عباس كامل الرئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جاريك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهدت تشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وفي هذا الإطار تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة وقد أطلع الوزير بلانكين السيد الرئيس في هذا السياق على نتائج زيارته لإسرائيل مؤكداً التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل للاتفاق ومعرباً عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناء في هذا الصدد وقد حرص السيد الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والديبلوماسية مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراعي إقليمياً على نحو يصعب تصور التبعات ومشيراً إلى أن حق ندماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج والوفد المرافق لنائبة السكرتير العام الذي ضم السيدة إلينا بانوفا المنصقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر والدكتور محمود محيد دين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائبة السكرتير العام حرصت على نقل تحيات السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة للسيد الرئيس وتطلعه لاستمرار التعاون والتنصيق بين الجانبين وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بمواقف السكرتير العام الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف خاصة الأمن والسلم وتغير المناخ وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الإقليمية وسول التهديئة واستعادة لاستقرار في المنطقة حيث تم تناول الجهود الجارية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وما طلاقه من عراقيل وقد شدد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأولوروى وما يكتسبه ذلك الدور من أهمية مضاعفة في الوقت الحالي في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع التي تستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي في هذا الصدد وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الأوضاع في السودان حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف اطلاق النار وحماية مقدرات السودان وشعبه الشقيق ومؤسسات الدولة وسيادتها مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لتقديم سؤول الدعم كافة لإنهاء الأزمة السياسية والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق ومن جانبها أشهدت نائبة السكرتير العام بالدور المصري النشيط في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة وبدفع مصر الدؤوب تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة بهدف تجنيبها مواجهة إقليمية قد تكون لها تابعات شديدة السلبية إقليميا ودوليا كما شددت على تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني المحوري الذي تطلع به مصر في ملف اللاجئين بالمنطقة وما تتحمله من أعباء في هذا الصدد مؤكدة حرص الأمم المتحدة على استمرار وتكثيف التنسيق والتعاون الفعال مع مصر على جميع الأصيضة